وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي إلى مأزق جديد ينضل لواء المتقاعد خليفة حفتر بالمشهد الليبي فبعد فشله المتكرر عسكريا في اقتحام العاصمة ترابلوس آثر الرجل أن يبدأ مناورة جديدة تنقل الصراع الليبي إلى مربع جديد في محاولة لفرض الأمر الواقع سياسيا عبر التلويح عمليا بتقسيم البلاد خرج حفتر على الشاشات ليعلن عن إسقاط اتفاق الصخيرات وتنصيب نفسه رئيسا للبلاد مستندا في ذلك إلى ما سماه تفويضا شعبيا للقوات المسلحة على الرغم من أن ذلك التفويض لم يتجاوز بضعة بيانات وتظاهرات شكلية نظمها معاونون له أمام منزله في مدينة بنغازي وبثتها الفضائيات الموالية له من جهة أخرى يتكشف مع الوقت عمق هوة الخلاف داخل المعسكر السياسي المؤيد لحفتر في شرق ليبيا وجنوبها فإعلانه إسقاط الاتفاق السياسي أتى بمعزل عن برلمان طبرق الذي وفر له الواجهة السياسية لست سنوات مضت وشرعن وجود قواته كمؤسسة عسكرية وكذلك أتى الإعلان إثر مبادرة أطلقها رئيس مجلس النواب عقيل صالح أكد خلالها على أن الخيار السياسي وحده هو الكفيل بحل الأزمة في ليبيا جنوبا فإن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية الخاضعة عسكريا لقوات حفتر أعلن عن رفضه إسقاط الاتفاق السياسي ووصف قرار حفتر بالارتجالي والنفعي ما يشير إلى تزايد الخلاف بين حفتر وحلفائه القبليين فضلا عن ذلك فإن أمام حفتر عقبات قانونية تتعلق بكيفية تجاوز قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعترف بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق كحكومة شرعية ووحيدة في البلاد الأمر الذي يرى معه محللون أن حفتر بإعلانه ذلك قد أضاف مناورة جديدة إلى سجل مناوراته الفاشلة وربما يكون قد قفز إلى الفراغ قفزته الأخيرة ترجمة نانسي قنقر